مدرح بحضراتكم من جديد وده دلوقتي كده معدنا مع الأخبار الخفيفة واللطيفة يعني من مختلف أنحاء العالم هنبدأ من مطعم روسي في مطعم روسي زواره بيتنفسه على حيات غريبة أو بيتنفسه ومسابة أكل أطباق الرامل رامل دي واجبة يابانية مشهورة هي عبارة عن طبق مكارونا عليه صلصة سويا وأنواع مختلفة بقى من اللحوم البيضة أو الحمرة بس إيه بقى قوانين المسابقة دي؟ قوانين المسابقة هي إننا ممنوع نستخدم الشوكة كل المسموح لنا هو إن إحنا نستخدم المعلقة أو العيدان الصينية الخشبية اللي إحنا بنشوفها يعني ودي يمكن هي دي بقى صعوبة الموضوع دي العقدة اللي بتخلينا ما نعرفش نخلص الطبق بسرعة فزي ما حضراتكم كده شايفين هي الناس وقفة بتحاول تخلص طبقها بسرعة إراعيك في الموضوع دي هتصنع رشاف يعني أنا 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 نحن الموضوع ده هحس بما أنا مش هشبع أنا باكل عشان أشبع يعني أنا عارفة بجيب معلقة كبيرة كده سعب أول موضوع مسابقة الأكل دي مين يخلص أصلا لما تأكل سباكتة بالمعلقة فعلا مش عرفتهم مش ممكن يستخدموا إيديهم مثلا بس خلي بالك اللي هما بيقربوا أولم الطبق في الموضوع سهل لا بس يعني انت لو في مسافة ما بينك وطبع انت مش هتنحي أصلا بس يلا بيأكل أغلبهم بالمعالق يعني في الموضوع سهل بس برد سباكتة بالمعالق صعبة جدا ده حي يعني الموضوع صعب مستهل على فكرة بس أنا شايفه يعني في قد يبدو في الصور سهلة بالضبط التجربة هي اللي هتقول بقى طيب نروح من روسيا لنيوزلندا ويمكن دايما فيه شاكة يقولك الستة المصرية قوية وبتقدر ولا يظل منها والله الخبر ده هيقولك اللي احنا ظل منها أطيب ستات والله في الدنيا طيب في نيوزلندا تحديدا فيه وقعة غريبة جدا حصلت على السوشيال ميديا هناك ويعني بيتم تدولها بشكل غير عادي الوقعة دي بتقول ان سيدة ايرلندية عايشة في نيوزلندا عرضت جزها للبيع على موقع من مواقع المزادات في مزاد علني بعد ما سبها لوحدها في البيت لمدة يومين مع أطفالها وخرج في رحلة صيد السعر المبدأي اللي حطته على الموقع كان 25 دولار وكتبت مواصفات جزها وقالت ان هو طويل وعنده 37 سنة واليف وبيحب الصيد وغير قابل للاسترجاع يعني اللي هيخذه خلاص بقى مش هترجعه خلاص بس الغريب في ده يعني هما اللي اتنين خدوا الموضوع بشكل عارفة انتي فاني كده كانوا بيتابعوا بشغف بقى تعليقات الناس ويه السعر هيوصل لكام هو وصل 25 دولار المزاد اتفتح بكده ووصل لمين دولار انا عايز اعرف مين طلب يشتري اساسا بقولك ووصل لمين دولار يعني ده ايوا مين بقى يعني مين اللي عمل كثيرا بس عارف انتي اللي هو يعني ناس قلبقى احنا رجانا العبيد ترجع لسبب الموضوع ان هو غاب يومين عن البيت يومين اتنين بس او الله لازم هنا عندنا بيخروج عادي ويرجعوا عادي على فترة ويرجعوا يتخني مع الست فاني الموضوع عادي جدا مفاش مشكلة يعني المشكلة بس هل تعرف اللي هو قف المزاد دا ايه في النهاية؟ مش هما يعني مش الزوج والزوجة ده هو الموقع نفسه اللي هو الخاص بالمزادات اكتشف بعد يومين من عرض الخبر عليه او المزاد عليه يعني اكتشف انه هو بيتنافى مع البوليسي او السياسة الخاصة بالموقع في الاتجار بالبشر هوا صنفوا كده افعى مؤفولهم بالأسف مقولي الحقيقة هي ما كانتش هاد بيه يا جماعة ولا حاجة فيش حاجة خالص كرهاجة على البيت مقولك انه هما الاتنين بيتابعوا عارف الموضوع يعني بشغف كده وفاني يعني بنتحك بنلعب عادي يعني فاش حاجة يعني مناخدش الموضوع على كرامتنا طب غني نروح لخبر اخر فيه عدد كبير من رشداء سوشل ميديا مواقع التواصل الاجتماعي تدولهم يعني مقطع فيديو لطيف جدا من داخل احدى المدارس الامريكية فيديو ده في ايه فيه ظهر فيه اطفال وهم بيحتفلوا وبيهللوا بعد ما المدرسة ومدرسة بلغتهم بقرار الغاء الزمية ارتداء الكمامات للحماية طبعا من فيروس كورونا زي ما احنا شايفين كده مع حضراتكم يعني الاطفال قد ايه مبسطين والمدرسة بتاعتهم بتقرانهم القرار وبتقول ارتداءا من بكرة مفيش ماسكة ومفيش كمامة وانا بدأت الاطفال بقى زي ما احنا متابعين كده تصرخ خطور قسط تحبين انطبع على عن فرحتهم من خبر السيتخال سنتين مكبوتين فالحمد الله هنشيل يعني طبعا فيه خطورة من فكرة الله اللي احنا نرفع الانتباعد الاجتماع والكمامات والكلام ده دلوقتي لكن مشاعر الاطفال مشاعر صدقة مية في المات دي حقيقة فعلا يعني اعتقد انه اليوم اللي هنلاقي فيه الغاء الزمية اتداء الماس او الكمامات دي في العالم ان شاء الله طبعا بناها عن انتهاء عن انتهاء يعني قزمة فيروس كورونا اعتقد ان دي مشاعرنا كلنا تكون لها ننزل في الشعر ننزل نجري في الشعر يعني فهلا كلنا هتبسط وكلنا هتبقى يعني ممكن نعمل اكتر بكده بس شوفت اطفال يعني حتى صغارين ممكن ما يكونوش مدركين بصعوبة الموضوع قوي زينا بس بس عمل زي هو حاسس ان هو مقيد سواء كان فيه ماسكا او مقيد فيه يعني في الجلافز مقيد عارفة فيه حاجة مكتفى ويحب يلعب بس حولها نحن شوف نامس انهم صغير قوي فممكن الطفل يعني بيفهم المفاهم اللي نتكلم فيها حرية من خلال نحن فممكن ما يكونش مدرك قوي فكرة انه الحياة من غير ماسك عاملة ازاي بالحياة بماسك ممكن بقاش مدرك قوي بس فكرة انه فيه حاجة شكل صحب تغير فيه حاجة من دايقاء بردواني هي مش سهلة خلينا نعترف بدا انت اللحظة دي لو جاتي انت هتعملي والله يبقى لك اكتر منهم اكتر منهم سدقني بس يعني على اي حر ربنا ان شاء الله يقرب اليوم ده ونتخلص من باعث كورونا يعني عالميا بإذن الله شاهديني خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يوم مصر مستبرة معكم لغاية الساعة عشر صباح نستنين